هنا يوجد دعاء وتوسل برسول الله وبأمير المؤمنين دعاء مختصر لا بأس بذكره للفائدة الشيخ الكليني يروي في الكافي عن سماعة يقول قال لي أبو الحسن الكاظم إذا كان لك يا سماعة إلى الله عز وجل حاجة إذا عندك حاجة فقل اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي فإن لهما عندك شأن من الشأن وقدرا من القدر فبحق ذلك الشأن وبحق ذلك القدر أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل به كذا وكذا ثم يسأل حاجته يقول الإمام الكاظم في الرواية فإنه إذا كان يوم القيامة لم يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن ممتحا إلا وهو يحتاج إليهما في ذلك اليوم كل إنسان في يوم القيامة يحتاج إلى رسول الله وإلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما ترجمة نانسي قنقر